اشتركوا في القناة بردهة الطوارئ جاءنا حادث ده السيارة لطفل وصل الطفل الى المستشفى متوفي احنا دا نقوم بالواجبات يعني ما نعرف انه حالة المريض متوفي او بعده على قيد الحياة دا نقوم اثناء قيامنا الواجب وفحص المريض اعتدوا علي اثنين من الخلف اثناء انا دا افحص بالمريض مع الدكتور محمد طالب وسحبني من فوق المريض واخذ يضرب بالبوكسات والشتم والسب والشخص الثاني سحب عليه مسدس واضع في قصتي واخذ يهدد من لي دعمه ميت له طيب واخذ السب والشتم عليه وصلتنا جثة لطفل مدعوم في حيض الباطة الثانية فقام الكادر الطبي بمعالجة هذا الطفل ومن اول ما نزل من السيارة كان متوفي فالنزدوية وما يقالب عن اكثر من ثمانية الى تسعة اشخاص من ضمنهم ناس مسلحة ناس مسلحة واحد فيها الاستخبارات يدعم بشرطة سامرة والاخر فيها الصحوة وقاموا بالاعتداء على كادر الطبي من ضمنهم الطبيب لطبيب الطوارئ وحتى هذا المعين المعين المنظف قاموا عليه بالضرب بالاهذية وقاموا بكسرة جام وكسرة البوب ويعني اشياء يعني ما تنقبل خلاص خلاص وهذه الحالة تتكرر بين الحين والحين مستمرة على مستشفانه مما ادى الى تدمر الكادر الطبي والصحي وحاليا يعني اكثر الكوادر تفكر في النقل من مستشفى سامرة العام